ما هو أنا هقولك على حاجة أنت لو رفيع حبتين وصغير ثلاث حبات فأنا مش هسكت هفضل أجيب لك أكل وشرب وحلويات وقولك كل عشان تكبر وإنت بتاكل هقف كده ووصلك وقولك أيوة يا عم درب درب محدش قدك إحنا في مصر بنستخدم كلمة ادرب درب دي مع الأكل وطالما هتدرب أكل كتير يبقى وزنك هيزيد وهتكبر يبقى إحنا مع الصغير عايزين نكبره فهنعمل إيه هنضرب عشان يكبر ويزيد أم المع الكبير بقى هنعمل إيه هنبقى عايزين نقلله نخليه خس نصغره يعني هنعمل إيه هنقسم وهو ده درس النهاردة اللي هو إيه معنى التناسب أول درس في الوحدة التانية لسنة ستة إيه هو التناسب ده اللي إحنا عايزين نعرف معناه قبل ما أقولك معنى التناسب عايز أفكرك بحاجتين إحنا خدناهم في الوحدة الأولى إيه معنى النسبة والمعدل إيه هي النسبة قالك النسبة هي المقارنة بين كميتين من نفس النوع أمال إيه المعدل قالك المقارنة بين كميتين مختلفتين في النوع يعني معنى كده أنه رحلتك إيه معنى التناسب التناسب تتساوي نسبتين أو أكتر يقصد إيه مسب نسبتين إحنا كنا أخدنا في النسبة إن النسبة لازم تكون في صورة كسر ونسبتين اللي موجودة هنا يقصد بيها كسرين إزاي يعني؟ لو قلتلك هات الآلة بتاعتك ودخل 8 على 16 هيديك كام؟ ولو دخلت 6 على 12 هيديك كام؟ ولو دخلت 5 على 10 هيديك كام؟ ولو دخلت 4 على 8 هيديك كام؟ كل النسب اللي فاتت دي أي واحدة فيهم هتدخلها هيطلع لك على الآلة نص يعني كل النسب دي تساوي نص عشان كده بنقول التناسب هو تساوي بين نسبتين يعني بين كسرين أو أكتر من كده طيب إيه الأسئلة مثل اللي بتيجي على التناسب بيجي لك جدول بالشكل ده أنا عارفة إنه بيضايقك وإن أنت ساعات مش بتبقى عارف تحله بس إحنا مع بعض هنعرف نحله أول حالة إنه يديك الرقم اللي جوة الدائرة ده لحد عندك اللي هنا واللي هنا وساعتها مش هيبقى فيه أي مشكلة خليني أقول لك إنه لازم بنسبة كبيرة يبقى أول رقمين عندك هما اللي اتنين موجودين فأنت هتعمل إيه زي الباشا مين فيهم الرقم الصغير الستة فأنت هتيجي للعمود اللي فيه الستة يبقى العمود ده بيعبر عن الأرقام الصغيرة والعمود اللي فيه الخمستاشر بيعبر عن الأرقام الكبيرة وتكتب كده وهنتفق على اتفاق اللي موجود في العمود الصغير يبقى احنا عايزينه يكبر ويزيد يبقى هندرب واللي موجود في العمود اللي فيه الرقم الكبير يبقى احنا عايزينه يعمل رجيم ويخس شوية يبقى احنا هنقسم طيب بما ان الستة والخمستاشر موجودين هندخل على السطر اللي بعده مين موجود العشرين ولا النقط لا العشرين هي اللي موجودة في العمود بتاع الأرقام الكبيرة يبقى احنا محتاجين نعمل رجيم يعني نقسمه على كام خمسة على اتنين هيطلع على الآلة كام تمانية هنكتب التمانية مكان النقط السطر اللي بعديها مين موجود الخمستاشر موجود في الأعداد الصغيرة الرفيعة يبقى احنا هنحتاج ان احنا نديله أكل ويقعد يضرب في الأكل ده يبقى احنا هنضرب في خمسة على اتنين هيدينا كام لما ندخل خمستاشر في خمسة على اتنين هيدينا سبعة وتلاتين وخمسة من عشرة طيب اللي بعده التلاتين موجودة فين في الأرقام الكبيرة والكبير محتاج يخص يعني يتقسم على كام خمسة على اتنين اللي هي دايماً بتبقى موجودة في الديرة لما هتاخد التلاتين تقسمها على خمسة على اتنين على الآلة هيديك اتناشر من غير ما توجع دماغك طيب اللي بعده اللي اربعتاشر موجودة في العمود الصغير يبقى محتاج يكبر ويزيد يبقى هتتضرب فخمسة على اتنين هتديك كام خمسة وتلاتين بس كده وتحت الجدول ممكن تلاقي الجملة دي أكمل الجدول الآتي لتكون الأعداد المتنظرة في صفي الجدول متناسبة يعني يكونوا الأرقام اللي في وش بعض متناسبة ثم أكتب بعض صور التناسب طيب هيديك شوية نقط كده أعمل إيه يا ميس انت لو بصت للجدول كده هتلاقي لازم اتنين صحابي يجوا مع بعض واحد صغير وغلبان والتاني كبير عشان يجيب له حقه مين مع مين أول سطر تقول ستة مع الخمستاشر والتمانية مع العشرين والخمستاشر مع السبعة وثلاثين ونص لازم واحد صغير وواحد كبير اتناشر مع التلاتين والاربعتاشر مع الخمسة وتلاتين هاخد واحد من عمود والتاني من عمود تاني طب أنا هكتبه ازاي؟ مش انت عندك نقط فوق ونقط تحت؟ ايوة ميس ابدأ بالعمود الصغير يعني تبدأ تقول ستة على خمستاشر وتكمل كل مرة تبدأ بالعمود الصغير تمانية على عشرين خمستاشر على سبعة وثلاثين ونص اتناشر على تلاتين أربعتاشر على خمسة وتلاتين خلينا نشوف واحدة كمان بس المرة دي هنعمل حاجة مختلفة اول ما شفت العمودين دايما تجري وتكتب مين الارقام الصغيرة ومين الارقام الكبيرة عندك اول سطر فيه اربعة وستاشر يبقى مين فيهم الصغير؟ العمود بتاع الاربعة هو اللي فيه الارقام الصغيرة والعمود بتاع الستاشر هو اللي فيه الارقام الكبيرة اتفقنا ان الارقام الكبيرة بيجرالها ايه؟ بتخس يا ميس يبقى هتتأسم والأرقام الصغيرة إجرالها إيه؟ تزيد يا ميس يعني تتضرب بس يا ميس حتى لو أسمت أو ضربت مهو أنا ما عنديش رقم جوة دايرة جميل جدا طب ما تيجي نحكي الحكاية من أولها يعني إيه يا ميس؟ يعني أول سطرة عندي إلا أربعة الصغيرة إن ضربت في حاجة أنا ما عرفهاش فدتني 16 وإحنا عشان كبرنا شوية واخدنا النسبة فعارفين إن الحاجة اللي ما تعرفهاش بتحط مكانها مثلا سين تفتكر إلا أربعة ضربت في كام عشان تدينا 16 إلا أربعة ضربت في أربعة ميس حلوة قوي يعني السين اللي هي مكان النقط اللي جوة دايرة باربعة كده إنت هتعرف تضرب في كام وتقسم في كام خلينا نكمل اللي أربعة اللي في السطر الثاني هي رقم من الأرقام الكبيرة هيجرالها إيه؟ هتخس هتتقسم على أربعة عشان تدينا كام واحد طيب والستة من الأرقام الصغيرة اللي محتاجة تزيد وتاكل كتير يبقى أنا هضربها هضربها في كام فاربعة عشان تدينا كام أربعة وعشرين والعشرة هي كمان مع الأرقام الصغيرة يبقى محتاجة تتضرب تتضرب في كام فاربعة برضو تدينا كام أربعين طيب اللي أربعة وستين بقى هنا يا ميس من الأرقام الكبيرة يبقى لازم تعمل ريجيم يعني تتقسم على الأربعة فيها الكام مش عارف تجيبها هتهى على الآلة أربعة وستين على الأربعة فيها الستاشر برضو بيقولي أكمل الجدول التالي لتكون الأعداد المتنظرة في صفي الجدول المتناسبة ثم أكتب بعض صور التناسب إحنا اتفقنا إن إحنا بنبدأ فوق بالأرقام الصغيرة فأنا هكتب أربعة على ستاشر يساوي واحد على أربعة يساوي ستة على أربعة وعشرين يساوي عشر على أربعين يساوي ستاشر على أربعة وستين بتبتدي دايما بالعمود الصغير طيب ميس هنا أنا كنت عارف إن الأربعة لو اتضربت في أربعة تدينا ستاشر فأنا عرفت بسهولة إيه الرقم اللي مكانت دايرة بس ساعات مش ببقى أعارف أجيبها الوحدي مسألة زي دي برضو اللي فوق مش موجود خلينا نشوف فين الأرقام الصغيرة والأرقام الكبيرة أول سطر عندي ستة وخمسة من عشرة وواحد وثلاثة من عشرة يبقى مين الصغير؟ الواحد وثلاثة من عشرة هي دي الأرقام الصغيرة والستة وخمسة من عشرة يبقى هي دي الأرقام الكبيرة خلينا نحكي القصة من أولها إيه اللي جار للسطر الأولاني؟ إن الواحد وثلاثة من عشرة الصغيرة قاعدت تضرب فحاجات أنا معرفهاش لحد ما وصلت ستة ونص والحاجة اللي معرفهاش دي اتفقنا عن حط مكانها سين بس أنا ميس مش هعرف إيه هي الحاجة دي لوحدي وكمان الأرقام عشرية ومش مساعداني بص بقى خلينا نفتكر كده كنت بتاخد السنة اللي فاتت حاجة كده اسمها المعادلات وكنا بنقول لو عايزين السن لوحدها نتخلص منلي جنبها مش احنا أصلا عايزين نعرف السن بكام طب مين اللي جنبها اللي عايزين نتخلص منه في واحد وثلاثة من عشرة هيروح هناك بالعكس هي مضروبة هتروح هناك مقسومة يبقى أنا هاخد الستة وخمسة من عشرة زي ما هي هيجي لها الضيف اللي هو على واحد وثلاثة من عشرة لو عملت على الآلة ستة ونص على واحد وثلاثة من عشرة هتديك السين بخمسة يبقى معنى كده إن الحاجة اللي أنا معرفهاش مكان النقط اللي جوه الدائرة بخمسة هكتبها فوق وهكتبها تحت وهبتدي أمسك رقم رقم الخمستاشر كان كبير يبقى محتاج يتقسم على خمسة يدينا كام؟ لا دي سهلة دي تلاتة طب والسبعة وخمسة من عشرة برضو من الأرقام الكبيرة محتاجة إيه؟ تتقسم على خمسة هتدينا كام؟ اعملها على الآلة سبعة وخمسة من عشرة وخلي بالك الأرقام بتدخل من ظهرها يعني أنت بتدخل سبعة علامة خمسة على خمسة هتدينا كام؟ واحد وخمسة من عشرة جميل جداً اللي تحتها بقى بتلعب في الأرقام الصغيرة اللي محتاجة تتغزة هناخد الثلاثة وخمسة وسبعين من مية نضربها في خمسة هتدينا تمنتاشر وخمسة وسبعين من مية واللي بعدها اللي اتناشر وقفة في العمود بتاع الأرقام الكبيرة اللي محتاجة تعمل الرجيم فاحنا هنعمل لها عملية اسمة على خمسة اتناشر على خمسة اتنين واربعة من عشرة طب يا ميس أنا عايز أقولك على حاجة هي طلعت لي كسر على الآلة ما طلعت ليش عشري ما انت هتفكها هتفكها ازاي؟ بالزرار اللي هو إس إلى دي اللي جنب الام وهتكتبها عشري وانت أصلا مش المفروض تخاف قل لي ليه؟ لأن أول سطر أنا معتمدة عليه هو كان أرقام عشرية فعادي ان يطلع لك عشري طب طلع لك كسر هنعمل ايه؟ هنفكه بالزرار ده هيتحول لعشري على طول وطبعا الجملة المعروفة أكمل الجدول التالي لتكون الأعداد المتنظرة في صفي الجدول المتنسبة ثم أكتب بعض صور التناسب اتفقنا نبتدي بالعمود الصغير واحد وتلاتة من عشرة على ستة ونص يساوي تلاتة على خمستاشر يساوي واحد ونص على سبعة ونص يساوي تلاتة وخمسة وسبعين من مية على تمنتاشر وخمسة وسبعين من مية يساوي اتنين واربعة من عشرة على اتناشر طب بص يا ميس ساعات ما بيجلناش العمود واقف كده ساعات بيجلنا نايم آه نايم زي ده كده أيوة ميس هو بالظبط ما تزعلش نفسك هو نايمهم احنا كمان هننايمهم عندي مجموعة أرقام صغيرة ومجموعة أرقام كبيرة فيه اتنين ومعها اتناشر يبقى مين الصغيرة؟ اللي اتنين يبقى دي الأرقام الصغيرة ودي الأرقام الكبيرة بس هو هنا يا ميس مش جايب لي الرقم اللي جوه الدائرة ولا يهمك تعال نحكي القصة من أولها مين كان صغير؟ اللي اتنين قعد يضرب فحاجات أنا معرفهاش اللي هي السين عشان يوصل يبقى كام؟ اتناشر لو انت شاطر بقى تقولي اللي اتنين انضربت في كام؟ ايه هي الحاجة اللي أنا معرفهاش دي؟ عشان تدينا اتناشر آه يا ميس الاتنين انضربت في ستة يبقى انا هكتب الستة هنا وهكتب الستة هنا يلا بينا الخمسة من الأرقام الصغيرة هتتضرب في ستة تدينا كام؟ تلاتين والستة وتلاتين من الأرقام الكبيرة يبقى محتاجة تعمل رجيم هتتأسم على ستة هتدينا ستة والتمانية من الأرقام الصغيرة اللي محتاجة تضرب أكل كتير يبقى انا هضربها في 6 هتدينا 48 طب الستين من الارقام الكبيرة محتاجة تتقسم على 6 هتديك كام 10 وبعدين عايزين بقى نحطهم على بعد هنبتدي بالارقام الايه الصغيرة 2 على 12 تساوي 5 على 30 تساوي 6 على 36 تساوي 8 على 48 تساوي 10 على 60 وبكده خلصنا معنا التناسب ما تنساش بقى لو فهمت وعجبك الفيديو ادي بقى في لايكات وشير وكومنت اشوفك الدرس الجاي خواص التناسب على خير خلي بالك الدرس الجاي مهم جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته